كابتن يعني بطل أولمبي حضارك معك بطلين أولمبيين هو كابتن هدايا ملك وكابتن سيف عيسى ونورو عبد الرحمن برد يعني ربنا يعني ان شاء الله ربنا يكرمهم عندهم فرص أخرى كم ساعة في اليوم تدريب بيتعبوا قدي الناس أسوق يعني الناس فاكرا يعني يا طب بطل أولمبي يلا بينا وكده فبيتعبوا قدي ايه؟ والله الايام العادية بيتمرنوا خمس ساعات في اليوم مثلا لكن ايام البطلات ممكن توصل ست ساعات سبع ساعات فعلا الناس ما بتشوفش غير النتيجة لكن جوه النتيجة ايه؟ المجهود بعدها احنا كنا سعب النام في المطارات من الحاش الراوح البيت يعني اخر فترة دي عشان سيف كان لازم يلعب كان لازم يجيب 12 نقطة ال12 نقطة دول خلونا نلعب اربع بطلات وراء بعض بلغاريا اسبانيا بلغاريا اسبانيا طولة افريقيا يعني حاولنا نوصل او لبنان عشان تعلي التصنيف بتاعه وتخليه موضح عشان يتحط في المكان ده يعني جاي لحضرتك يعني حتى يعني تحية ومبركات من دول عربية كمان شخيخة عبر البس المباشر في صفحة دي ام سي في تحية من المغرب والناس كلها مبسوطة الله يا كابتن بقولوا تحية مصر وحاجة يعني حاجة يعني حاجة جميلة كابتن سيف عيسى قال انه كان نفسه يفرح 100 مليون مصري وهو يعني كان بيحكي لك ايه وانتو دخلين يعني وانتو دخلين هو على الماتش او دخلين على البطولة كان هو في دماره او سواء كابتن سيف او كابتن هداية كان في دماره من انه انه ده يحصل انه ما يكسبوا طبعا هم ده حلمهم اخ اكيد هم ما راحين يكسبوا أم لو بيتمرنا عشان يروح يلعب مش هيكسب أم لازم يلعبوا يا كلها اي حد عاوز يعمل مدыйا وبيتمرنا عشان يروح يعمل مديرا مش بيتمرنا عشان يلعب صحيح ففارق ان هو هي لعب وفارق ان هو بيعمل مديرا أم صحيح لكن طبعا اقم في دمارههم واكتر حاجة اكتر حاجة فعلا فعلا كلنا كنا مبسوطين لها ان الناس كلها فرحون فعلا يعني أنا سبب عياتي في الملعب إن أنا حسيت الناس مبسوطة جدا فأنا بساطة جدا كابتن إمتى المدرب يطبط على اللعيب بتاعه وإمتى يزعق له مش كل اللعيبة زيبق على في لعيب ينفع تزعق له ولعيب ما ينفعش تزعق له سيف لو زعقت له بطريقة غلثة عيني دي مش هيسمع الكلام لكن تشجعه بقى بالضبط لا خمسين سنة وتمغط على الأولمبي بالضبط بالذاتي الذي هي الله